طيب هل انت شايف نظام الكرة المصرية الفترة اللي فاتت دي يفرز نجوم زي محمد صلاح؟ يفرز يفرز؟ الله يفرز يفرز ناس كتير أول لان فيه نجوم بصة كابتن فيه لعبة كويسة وزي ما قلت لك يا كرة القدم عايزة قلب وعايزة إرادة وعايزة ده بقى تبقى راضي وعايزة ده بقى النهاردة عندك طموح طموح ده مهم جدا في حياة اللعبة طيب انت رايس لجنة المواهب في النادي الأهلي شايف انت عندك مواهب في النادي الأهلي ممكن تعدي الناس دي فيه فيه كتير قوي فقطع الناشئين يعني فيه كتير قوي فقطع الناشئين حتى ما كنت ماسكت مصطفا كنت عامل بلانينج وخريطة للعيبة وتعمل خريطة للعيبة كل مركز فيه اثنين وكل فيه مركز ثلاثة بالوقت فيه ممكن يطلع نجوم طبعا فيه كتير قوي فقطع الناشئين مليان كويسة انتكلمنا على الناشئين ايه رأيك في أسعار اللعبين الفترة دي مغالى اوي فيها مغالى فيها مغالى فيها ازاي ان يوقف النزيف ده ما تقدرش توقف لان كل نادي حسب امكانياته المادية وحسب احتياجاته للعيبة وحسب النهاردة اللعيبة ده كان في حتة دي بخمسة النهاردة جاي حتة الفلانية جاي نادي ليه اسم وليه كيان وليه جماهير وإعلام نهاردة بيخش في حاجة تانية خالص شكرا